السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكر حضراتكم في خاطرة الفجر أنا بقرأ لحضراتكم حاجة أو بشارككم في حاجة من اللي قلتها النهاردة وبناخد نيتين مع بعض النية الأولى نية قيام الليل إحنا بنحي الليل دلوقتي في هذا المجلس مجلس العلم فإحنا بناخد نية قيام الليل ونية حضور مجلس العلم ونية حضور مجلس الذكر اللي ربنا قال فيه أنا جليس من ذكرني وقال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم يذكرون الله إلا نادى المنادي أن قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات يا رب يعني نكتب من الذاكرين الله في الثلث الأخير ونكتب ممن أقام الليل في أشرف ما يقام به الليل ألا وهو طلب العلم أنا النهاردة قرأت لكم آية من سورة الأنعام الآية رقمية وربعة بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ الإنسان ربنا سبحانه وتعالى مدي له عينتين في وشه اسمها عين الوجه اللي هي اسمها البصر ومدي له عيون في القلب اسمها البصيرة البصر يرى به الظواهر والبصيرة يدرك بها الحقائق البصر يرى المكونات المخلوقات والبصيرة ترى حكمة الله من هذه المخلوقات البصر يرى الظواهر والبصيرة ترى الباطن المعنى البصر يرى المباني والبصيرة ترى المعاني والإنسان اللي اهتدى وربنا خد بقدي البصر لما بيشوف حاجة البصيرة بتشوف حقيقتها اللي ربنا أرادها والإنسان كل ما بصره بعد عن بصرته كل ما بعد عن الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه ان احنا نمشي عليه والحقيقة ان رحلة حياتنا في هذا الكون اكبر هدف فيها ان احنا كل احد اكبر الاهداف ان كل ما بصرنا يقع على حاجة البصيرة تقرى صح والضلال هي قراءة البصيرة الخاطئة للأشياء عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإنها لا تعمل أبصار عناية شايف المكونات شايف المخلوقات شايف الظواهر شايف المباني فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هذا القلب محتاج يتكون التكوين اللي ربنا يحبه بحيث لما العين تبعت الشيء للقلب القلب يفسره صح لما العين تشوف الفلوس القلب يبص لها بالحجم الطبيعي بتاعها لما العين تشوف البيوت القلب يبص لها بالمعنى الحقيقي بتاعها لما العين تشوف القرآن القلب يبص للقرآن بحجمه الحقيقي لما العين تشوف الموت القلب يفهم الموت بالمعنى اللي ربنا أراده وكل ما كان الإنسان مفيش قواطع بين البصر وبصرته كل ما كان الإنسان مهتدي كل ما يشوف قلبه يفهم كل ما يشوف الأحداث قلبه يفهم الحكمة وده اللي ربنا قال عليه في القرآن يؤتي الحكمة من يشاء أي تفسير القلب لحقائق الأشياء الظاهرة الأحداث والكلمات والنعم والمصائب القلب بيشوفها ازاي وده اللي دايما كان العلم يقول يقولك الشخص ده قلبه شايف بنور الله يعني عنده مجموعة من المعلومات والمعاني اللي خدها من ربنا وخدها من العلماء وخدها من القرآن وخدها من رحلة الحياة وخدها من أهل الخبرة خلته يبقى عنده مترجم حقيقي للأحداث مترجم مبصر قد جاءكم بصائر من ربكم آية النهاردة فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها بس العامة مش هنا العامة هنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لشان كده ربك لما قال في القرآن ومن كان في هذه أعمى هنا مش أعمى يعني كفيف أعمى هنا يعني لا يستطيع قلبه أن يرى الحق ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا رحلة حياتنا دي تشوف دي يفسر صح الضلال دي تشوف دي يفسر غلط الهداية دي تشوف دي يفسر صح إيه اللي بيعمي القلب شيء كبير قوي في القرآن ربنا ذكره اسمه هوا النفس هذا الهوا اللي هو التفسيرات المغلوطة اللي بتوافق شهوة الإنسان ومزاجه اللي بتخلي الإنسان يشوف يعني حاجة فالهوا يترجمها ويوصلها للقلب غلط فالقلب يشوف غلط بسم الله الرحمن الرحيم إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى هم مشيين وراء هوا النفس يجي علماء النفس بقى وعلى رأسهم طبعا سيجمون فرويد أحد أشهر علماء النفس يتكلم على يتكلم على يتكلم على بعض الأشياء اللي الإنسان بيخترعها عشان يسكد ده فلما يشوف غلطة نفسه فيها يقعد بهوى نفسي يقول ما الناس كلها تعملها إيه المشكلة اسمها التعميم في الدفنس ميكانيزم لما يغلط غلطة معانا وضميره يقنبه يقعد يبرر أعمل إيه؟ أنا ضعيف قدام الموضوع ده اسمه التبرير برضو في الدفنس ميكانيزم عندهم حاجة تانية في الدفنس ميكانيزم اسمه الإسكات أو القهر أننا إيه يعني مش عايز أفكر في الموضوع ده ويقعد يتهرب منه مش عايز يواجه نفسه لما يكون عنده غلطة معينة صاحب البصيرة الحية بيغلط لأنه إنسان كله ابن آدم خطاء لكن صاحب البصيرة الحية والقلب الحي لما بيغلط بيعترف بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور الرحيم سبحانه وتعالى إنسان غلط فبيعترف أنه غلط ولما يعترف أنه غلط بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولما يتوب هذه قصة حياة الإنسان مع ربنا إنسان محسن وإنسان خطاء المحسن يشكر ربنا والخطاء يعترف ثم يتوب هذه البصيرة وكل ما الإنسان يشوف الحقائق الكبرى كل ما يمشي في الطريق الصح وكل ما يتعني عن الحقائق الكبرى اللي القلب بالبصيرة بيشوفها كل ما يبقى حياته عكس سبب وجوده يعني رب العالمين بيقول وفي الأرض آيات للموقنين اليقين ده في القلب مش هنا أنا بشوف حاجات معينة أدلة تدل على عظمة الخالق بشوفها بعنيا ويبعت القلب يترجم عظمة ربنا وفي الأرض آيات للموقنين بشوف آيات تدل على قرب ربنا ولطف ربنا سبحانه وتعالى وحب ربنا لهدايتي من كم من ناس اللي بتكلمني وأن الفيديو ده اللي احنا متقابلين فيه عشان نتكلم على ربنا في هذه الليلة المباركة في الثلث الأخير من الليل هذه دلائل تراها بعنيك والقلب يترجم صح وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تبصرون أرض هنا مش البصر هنا مش بصر عين فقط بصر البصيرة التي تفهم المعاني والحكم من وراء ما تراه العين عشان كده دايما يقول لك إن القلب ده أهم حاجة عندك قلب ده لو عطب باز يترجم غلط يفهم غلط عشان كده الشيطان هدف القلب عايز يدخل الأفكار السلبية ويرميها في القلب فيرميها في الصدر عشان تخش القلب الذي يوسوسه في صدور الناس ودل ربنا قال فيه سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فعلا كان في الدنيا سليم قادر على فهم حقائق الأمور الظاهرة ودل سيدنا النبي قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وده اللي قال في سيدنا النبي قال إن في الجسد مضغة عضوة إذا صلوحات صلوحة الجسد كله ما هي بتفسر صح البصيرة ومن أكتر الأشياء اللي بصيرة القلب محتاجة تفهمها صح حقيقة أنا مين؟ من أنا؟ وبعمل إيه في الدنيا دي؟ وكلما الإنسان يشوف نفسه في المراية ولا يشوف بني آدم لازم القلب يترجم أنا عبد ليس لي من الأمر شيء ربنا بإرطته ورحمته جبني الدنيا عشان أتعرف عليه شوية وهسيب الدنيا وهرجع له في أشهر كلمة يقولها المسلمون إنا لله وإنا إليه راجعون هذا الإنسان جي من العدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أنا من تمانين سنة تمانين سنة كان أبوي ومي ما تولدوش فأنا اللي اسمي مصطفى اللي كنت هاجي سنة تمانية وسبعين من تمانين سنة لم أكن شيئا مذكورا بل قبل ما ربنا يخلق الدنيا لم أكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر يعني لحظة من الزمان لم أي يكن شيئا مذكورا وبعدين ربك يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لما نزلت من بطن أمي المصريين يقول لك لحمة حمرة يعني حاجة كده أنت ما تفهمش إيه ده من الضعف والاحتياج الشديد للرعاية والعناية وربنا بقى يسخر كل الدنيا عشان ترعاك وانت طفل ده هو ده أنا وبعدين بعد شوية بكبر وبيبقى عندي قوة وعندي قدرة وعندي عقل وعندي تفكير وعندي صحاب وعندي فلوس وبعدين بسيب الدنيا وروح عند ربنا الرحمن الرحيم هذه حقيقة المفروض للإنسان يدركها ببصره الطول ما هو شايف ناس بتتولد وناس عملة بتموت وناس عملة تطلع وناس عملة تنزل وناس تغتاني وناس تفتئر ويعزوا من يشاء ويذلوا من يشاء يرى هذا بالبصر القلب لازم يدرك فعلا ليس لك من الأمر شيء عبد ضعيف ليس له إلا الرب اللطيف سبحانه وتعالى هذه الحقائق لازم القلب يشوفهم علشان الإنسان يحافظ على القلب ببصرته دايما مع لهاش غشاوة محتاج أن يكون كثير الذكر كثير التوبة لأن التوبة عملة زي الممسحة الممسحة اللي بتمسح الثوب اللي توسخ والتوبة تشبه في القرآن بالإبرة اللي بترقع بتغية الثوب اللي تقطع يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة من ضمن تفسيرات التوبة النصوحة أي من صحة يعني الإبرة فكما أن الذنب يخرق القلب التوبة ترقعه تخيطه كده وترجعه زي الأول عشان يكمل في رحلة الحياة هو مش مصاب فكثرة التوبة وكثرة الذكر وعلى رأس الأذكار لا إله إلا الله إذ قال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم اعمل عملية صيانة للقلب جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله فحبيت النهاردة أشارككم بعض التفسيرات اللي قيلت أجمل التفسيرات تفسير الشيخ محمد أبو ظهر الإمام الجليل اسمه ظهرة التفسير من التفسيرات اللي مش مشهورة بس آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى عايز بعد ما شاركتكم الآية اللي بتتكلم عن البصيرة أجاوب على 3-4 أسئلة بسرعة حد بعتلي بيقول ليه الدين الإسلامي ظالم للمرأة ومقلل من قيمتها ومش مديه حقها كامل زي الميراث مثلا إحنا يا جماعة مشهورة عندنا الآية بتاعة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والآية دي تشارت جدا جدا أولا لأن هي مطلع آيات الميراث ثانيا لأحنا بنوعد نرددها في بيوتنا ساعات بنوعد نرددها مع بعض بنوع من المدايئة للستات حتى ساعات بتردد على موائد الأكل لما نيجي ناكل واحد عايز يأكل أكتر من أخته ولا واحد عايز يأكل أكتر من مراته يقول لها هاتي مش عارف إيه أكتدس للذكر مثل حظ الأنثيين والحقيقة أن إحنا عندنا أكتر من حوالي 31 مسألة ميراث في 31 صورة للميراث أب ماته سابع عيال فيهم بنات أو مفهمش بنات أب ماته سايب مراته وولاده بنات وإخواته عايشين وأبو وامو عايشين مسائل أربعة منهم بس اللي فيهم للذكر مثل حظ الأنثيين وبقيت ال 31 في منهم مسائل كتير جدا يعني أنا أدر بقيت ال 31 يعني الستات بتورث والرجالة ما بيرثوش الستات بتورث أكتر من الرجالة الستات بتورث أدر رجالة فأنا طبعا مش قادر أستحضر دلوقتي غير الرقم ده أنا أربعة بس من ال 31 اللي فيها للذكر يمثل حظ الأنثيين برضو فإن شاء الله ما يكونش في ظلم وما ربك بظلام للعبيد هو أنا لو فكرت في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ارتكاب أي ذنب وما عملتش الذنب ده هل ده معناه أني كده مش بفكر في ربنا اللي مطلع على أعمالي وأني كده مخطأ في حق ربنا ربنا في القرآن بيقول من يطع الرسول فقد أطاع الله فإن حضرتك تفتكر أو حضرتك تفتكر النبي لكنك افتكرت ربنا مش لأن ربنا هو النبي ولا النبي هو ربنا لما ربنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله هذا ليس معناه أن الرسول هو الله لما هذا معناه أن الرسول لم يأتي إلا بما جاء به الله وده الهدف أو الحكمة من إرسال نبي بشر أنه يبقى قدام عنايا شبهي فيكون قدوتي بس قدوتي ده كله ما بقتنا عند ربنا كل تصرفاته كلماته نظراته ولما بيغضب ولما بيرضى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فتذكر سيدنا النبي البشر اللي زينا قل إنما أنا بشر مثلكم طبعا بشر نبي صلى الله عليه وسلم لكن تذكر هذه هذا الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم قدام عنايا كده فأستحي ده أصلا إحنا إحنا أصلا مأمورين بكده فخالص إطلاقا تذكرت للنبي هو تذكرت لربنا سبحانه وتعالى أنا اتجوزت كتير وما فيش توفيق وحاس إن بالنسبة لناس بتبصين ده خطأ كبير وبيعيروني بي أعمل إيه كل إنسان في الدنيا له اختبار بيمر بيه وفي ناس كتير بنات ولاد لم يوثقوا في جوازاتهم الأولانين وللأسف الشديد في بعض المعاني المجتمعية المغلوطة اللي فيها أمراض مجتمعية فكرة إن اللي اتجوز وانفصل كتير ده كأنه معيوب رغم إنك إنت لما تبص في تاريخ الصالحين في صالحين كتير لم يوفقوا في الجواز أصلا وبعضهم تأخر جواز وبعضهم اتجوز كتير وده بيبقى نصيب زي اللي بيخش في شغل كتير وبيكسب وبيخسر نصيب في المنع والعطاء هتقول لك تعمل إيه؟ أنفض عنك رأي الناس بجد لما الوقت يحط دماغه على المخد ده محدش بينام جنبه مالكش ربنا سبحانه وتعالى فلو قدرت أنك أنت تتخلص من كلام الناس اللي فعلا لا يؤثر شيء في ساعتك أو تعزتك انفض عنك كلام الناس وكمل حياتك وربنا سبحانه وتعالى يكرمك أو يكرمك بمن يقدر شأنك في الدنيا والآخر ليه الصلاة والقرآن ما خلوش الاكتئاب يروح مني أنا ما خفتش استمر على ما أنت عليه وصلي تعبدا وإلى قرآن تعبدا لله وربنا سبحانه وتعالى الشافي بس أضيف للصلاة والقرآن ذكر الله الذكر اللي هو لا إله إلا الله والصلاة على النبي والتسبيح وأنا شخصيا هاكني بوصف لحضرتك دواء للاكتئاب كده بعد طبعا العلاج مع الدكاترة والمتخصصين في هذا الأمر لعلم الحديث في علاج الموضوع ده لكن هاوصيك بكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلي كتير جدا على النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بأخذك بالأسباب كمان في العلاجات الحديثة الموجودة صلي على النبي كتير وربنا نصر إن شاء الله يذهب ما أنت فيه من الإجتئاب مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده لإني أنا كنت عمي حسابي أعود ربع ساعة وحنا أعند ربع ساعة مع بعض لشان الناس اللي عايزة تروح تتصحر تمنى إحنا دايما بإذن اللي نبقى مع بعض في خاطرة الفجر كلمتكم النهاردة عن البصيرة والبصر ربنا سبحانه وتعالى ينقي قلوبنا ويجعلنا نرى بنور الله ما يريده الله مننا سبحانه وتعالى تبعوا حائر وابعتوا لي الأسئلة إن شاء الله أطل عليكم في أوقات تانية غير خاطرة الفجر مخصوص أرد على أسئلة حائر قريبا جدا ورمضان كريم على الجميع السلام عليكم الله